تحتضن مدينة الدار البيضاء من الرابع إلى السابع من غشة الحالي منافسات البطولة العربية للسباحة للناشئين في نتختها الرابع عشر بالمسبحة الأولمبي للمركبة رياضي محمد الخامس ولهذا الغرض عقدت ندوة صحفية بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء لتقديم البطولة نحن كي شرفنا أن المغرب يستطفى هذه البطولة وكالعرفوا الإمكانيات الجامعة الملكية المغربية السباحة في حسن تنظيم والكرم والضيافة التي تشمل بها الوفود العربية لأشيقاء المشاركة فهذا الدورة ستكون بالنسبة لنا دورة قياسية من حيث عدد المشاركات الدول بحيث أول مرة تشارك 16 دولة بما يناهز 200 سبح هذا رقم قياسي لأول خطراء إخوان العراب لشاركو بينا في البلد الدينة العزيزة نحن لدينا في هذه البطولة هي لدينا الأمل باشي لسبحين الدينة يفوزوا بميداليات باشي يكونوا في مدينة ومشاركة ومشاركة مع نوفرار تونسيين وإيجيبتين ويشارك في هذه البطولة المخصصة للأعمار السينية إلى جانب المغرب 15 بلدا عربيا أبرزها الجزائر، تونس، مصر، الأردن، لبنان والمملكة العربية السعودية ويمثل هذه الدول 206 سباح وسباحة بالنسبة لنا استعدادات بدأت يوم 12 يوليوز بالأخوين من بعد جبناء السباحين اللي هنالندين تضار البيضاء استعدادات جيدة الحمد لله ما كانت شي مشكل صحيه والأغير اللي غير عوق بشي سباح وسباحين يعني رغم الصغار السين ديالهم وعين بالمسؤولية ومتفائلين خاصة أن السباحة الوطنية مقبلة على واحدة مجموعة الأوراش منهم مراكز تكوين ومراكز تدريب اللي غيرين تطرقوا الموسم المقبل دونك هذه فرصة لهذه السباحين باش يضمنوا المكانة ديالهم في هذا المراكز المغرب ممثل في هذه النسخة العربية ب36 سباحا وسباحا ثمانية منهم يمارسون خارج المغرب وهي بمثابة محطة إعدادية للمشاركة في الألعاب الإفريقية التي ستحتضنها بلدنا شهر غشت الجارية